حقق فريق قرة القدم الأول بالنادي الأهلي فوزاً مستحقاً على نظره اتحاد جدة سعودي في المباراة التي أقيمت بينهما لحساب الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية بهذه النتيجة تأخل المارض الأحمر إلى الدور النصف النهائي لملاقات فيلمونينسيا البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية الاثنين المقبل بأداء رائع ونتيجة عريضة حسم الأهل القمة العربية التي جمعته بالتحجد السعودي بثلاثة أهداف مقبل هدف على ملعب مدينة المالك عبدالله الرياضية في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مدينة جدة السعودية ليتأهل المالد الأحمر إلى نصف نهائي مونديال الأندية ثلاثية الأهل بدأها علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية والعشرين ثم أضف حسن الشحات الهدف الثاني في الدقيقة التسعة والخمسين بعد تمريرة من محمود عبد المنعم كهربا تصل عند الشحات الذي سدد كرة رائعة قبل أن يضيف إمام عشور الهدف الثالث في الدقيقة الثانية والستين بعد تمرير من كهربا أيضا ليسدد عشور كرة قوية داخل منطقة الجزاء بينما أحرزها هدف التحاجة الوحيد كريم بن زيمة في الدقيقة الحادية والتسعين وبهذا الانتصار ضرب الأهل موعدان في الدور قبل النهائي مع فلومنينزي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بينما سيلعبوا في المباراة الأخرى للدور النصف النهائي منشستر سيتي الإنجليزي أمام أوراوى ريد دايمونز اليابانية ترجمة نانسي قنقر